دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادئ أبيك في ليما العالم إلى منح فرصة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي أثارت تصريحاته حول الإجراءات الحمائية وحلف شمال الأطلسي قلق حلفاء الولايات المتحدة الولايات المتحدة دولة كبيرة إلى حد أنه بعد كل انتخابات يطرح الناس أسئلة كثيرة سيكون من المهم أن لا يتسرع العالم في حكم بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب وقبل أسابيع من تولي ترامب الرئاسة في العشرين من كنون الثاني يناير دفع أوباما عن الديمقراطية وقال بعد عشر سنوات شهدنا خلالها اعتماد مزيد من البلدان على الممارسات الديمقراطية بدأنا الآن رؤية اتجاه معاكس واعتبر أن الحكومات التي تضيق الخناق على المعارضة ولا تعتمد نظاما قضائيا مستقلا سيكون مصيرها الفشل